تحولت الشوارع فجأة إلى معسكر مفتوح مهيدين صنعاء التي دونت لعقود من الزمن ذكريات رحلة اليمنيين في نضالهم ضد الاستبداد صارت مساحات لصناعة نقيف كان الواحد والعشرون من سبتمبر ضدا تماما لكل ما قيل هنا ولكل صوت على وارتفع في وجه الظلم والطغيان تعمدت الميليشيات المستدعات من أطراف المدن والتاريخ محو كل ما هو مدني وبدأت ذلك عبر رش شعاراتها في الأنحاء وملامحها في مختلف الوجوه تحولت الحياة وكافة المؤسسات المدنية إلى مهام أخرى ارتدى الجميع ما اعتقدوا أنه طوق نجاة وذهبوا للتأقلم مع ما قامت به الثورات لخلعه أضحط شوارع المدينة وميادينها ساحات لحرب مفتوحة وتحشيد مجهول العواقب تخلى المئات عن سنوات من أعمارهم تركوا كل ما سهروا من أجله تحت أقدام غيرهم ومضوا في طريق قديم هجرته شعوب كثيرة إلى غير رجعة فساروا عليه اجتاح الوهن الجديد كل مناح الحياة ومناقبها وضعت الأهداف الستة التي ناضل اليمنيون من أجلها بعيدا عن متناولهم بل خلقت أهداف طارئة لم تعلن سخرت لأجلها كل شرائح المجتمع وكل ساحاته وميادينه وحتى الأسماء التي ارتبطت بسرب طويل من النضال تم محوها ففي ميدان الثورة احتشد من قاتل الثوار وفي ساحات الجامعة وباحاتها اجتمع أولئك الذين ما تزالوا الدماء طرية في أيديهم وفي ميدان التحرير دعي الناس ليهتفوا ضد حريتهم ومصالحهم ومستقبلهم وضد الحياة